ولكن دائماً علمنا ديننا وعلمنا نبينا النبول الذين إذا أصابتهم مصيبة خبر وفاة العلامة أبو بكر المشهور يصطم الجميع ووصيته تحزن الآلاف إليكم ما حصل معه في آخر لحظات حياته أحسن خبر وفاة الشيخ أبو بكر العدني بن علي المشهور الشعوب العربية بعد أن أسلم الروح يوم أمس الأربعاء عن عمر نهزى 75 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض وكان الشيخ أبو بكر قد تدهورت حالته الصحية منذ فترة قصيرة بعد أن أنهكه المرض ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات الأردن للقيام بالفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة إلا أن جسده ضعيف لم يتحمل فتوفي في عمان كما أوصر راح الأبو بكر المشهور كثيراً بالحفاظ على الأخلاق مشدداً على أهمية الحفاظ عليها ويعتبر الشيخ أبو بكر أحد أبرز الفقهاء وعلماء الدين في اليمن حيث قضى حياته في نشر الدين الإسلامي وقضى الشيخ أبو بكر عمره في دعوة الناس للعمل الصالح فهو ليس فقط علام وفقيه إنما أيضاً عالم ومؤرخ وأديب وأوصي نفسي وأوصي الشباب وأوصي الكبار وأوصي الصغار أنه ليس لنا من وفي المعلومات الشخصية اسمه الكامل هو الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور بأعلوي الحسين الحضرمي ولد في مدينة أحوار التابع لمحافظة أبيان في الجمهورية اليمنية عام 1947 وطلق الشيخ أبو بكر المشهور علمه لدى مجموعة من علماء أحوار وعدن وحضرموت كما أنه أكمل دراسته الجامعية فحصل على شهادة التبلوم الجامعية في اللغة والآداب من جامعة عدن كما أن العلامة المشهور هو من مؤسسي الجامعة الوسطية للعلوم الشرعية في مدينة حضرموت شرق اليمن كما أنه تسلم منصب الإدارة فيها كما أنه كان الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية في الجمهورية وسخر حياته لفعل الخير وخدمة العلم والدين من جهة أخرى أنشأ الشيخ أبو بكر المشهور عشرات المعاهد التربوية والتعليمية في مختلف محافظات الجمهورية أما أبرز أعمال الشيخ أبو بكر المشهور فبالإضافة إلى أنه عمل إمام وخطيب لبعض المساجد في جدة ألف العديد من المؤلفات في خدمة الدعوة الإسلامية والتربية الأبوية والشرعية كما أسس مدرسة فقه الواقع وأسس 16 رباطاً علمي و80 مركزاً تعليمي في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية كما أقام عشرات الدورات الصيفية لطلاب وطالبات المدارس ونشر مجلة بعنوان أنور مجلة في اليمن حيث أصدرت هذه المجلة لشرح السنة الأخلاقية والقضايا الدينية